أهلا بحضراتكو مرة تانية وأكيد كلنا متابعين التحديات اللي بتواجه مصر على كل المستويات لكن في نفس الوقت احنا كمصريين متطمنين طبعا دي مع الرسائل اللي بنشوفها على مدار الفترة اللي فاتت واللي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للداخل والخارج واللي أكد مرة تانية خلال لقاءه بوفد مشايخ القبائل الليبية ان جيش مصر جيش قوي بيحمي ولا يعتدي جيش رشيد كمان شفنا قوة جيشنا في منورة حسم 2020 على الحدود الغربية وقبلها كمان تبعنا مطالبة الرئيس لقوات المسلحة المصرية بالاستعداد لتنفيذ أي مهام داخل حدود البلاد أو خارجها إذا لزم الأمر مع الإشادة الكبيرة بالقدرات العالية لقواتنا المسلحة وده اللي هنتكلم عنه بشكل أكبر مع ضفنا سيادة اللي هو محمد الشهي المستشار كلية القادة وي الأركان سبع الخير يا سيادة اللي هو أهلا بك فانديم والسادة المشاهدين يا أهلا بحضرتك رسائل كتير قوي قالها الرئيس عبد الفتح السيس خلال الفترة اللي فاتت وأهمها جيش مصر جيش رشيد يحمي ولا يعتدي شايف رسالة دي موجهة لمن ووصلت بالفعل لي ولا لا هو طبعا فيه رسائل كثيرة خلال الفترة الماضية الرسالة الأهم هو العمل على حل الأزمات بالسياسة بالسياسة الحل السياسي يعني في يوم السادس من يونيو الماضي كان هناك إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية حل ليبي ليبي حل سياسي فك الميليشيات تسليم أسلحتها عدم التدخل من قوى إقليمية في الشأن الداخلي الليبي زي تركيا كل عدم نقل المرتزقة والمقاتلين السوريين من سوريا إلى ليبيا بأعداد تصل إلى أكثر من 15 ألف مقاتل دي رسالة سلام المجتمع الدولي تلقى في ذلك وكل الدول العربية أنهو أيدت هذه المبادرة لكن بعدها بإسبوعين كان هناك رسالة أخرى عندما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قوات القوات العسكرية المنطقة الغربية العسكرية في منطقة سيد براني والدرسائل قوية الرسالة الأولى هو تأكيد جاهزية وكفاءة والاستعداد للقتال القوات المسلحة الرسالة الثانية هي أن الجيش المصري هو أقوى جيش في المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد يصون ولا يبدد الرسالة الثالثة هي رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القوم المصري والأمن القوم العربي لأن عايزة أقول لحضرتك أستاذ محمد أن استقرار ليبيا من مرتكزات الأمن القومي المصري وأن الجيش المصري هو مركز الثقل ليس لمصري فقط ولكن للمنطقة كلها ولجيوش المنطقة كلها وبالتالي رسائل مهمة جدا وأعطى رسالة أخرى هو أن الأمن القوم المصري بنحافظ عليه من داخل مصر بل وأيضا من خارج مصر يعني ممكن قواتنا تشترك في خارج حدودها في عمليات عسكرية قال إحنا جاهزين وبيخاطب القوات الخاصة والقوات الجوية وكل القوات المسلحة بأننا جاهزين لتنفيذ أي مهام داخل حدودنا وإذا تطلب الأمر بيكون خارج حدودنا والرئيس عندما يقول ذلك دي مش أول مرة أن قواتنا الجوية في فبراير 2015 وفي يونيو 2017 طلعت خارج حدودنا وضربت معسكرات للإرهابيين في ليبيا في منطقة ديرنا نتيجة أو القصاص لشهدائنا اللي هي تعرض لهم في سيرت كلمة سيرت اللي احنا بنتكلم عليها سيرت الجفرة خط أحمر في سيرت كان هناك يعني عمل عدائي ضد مصريين في منطقة سيرت كان فجر اليوم الثاني قامت القوات الجوية بهد معسكر الإرهابيين وتدمرهم وفي 2017 كان هناك تعدي على المواطنين في محافظة المينيا ده بيقول أن الأمن القوم المصري بيبدأ من خارج مصر حتى في التاريخ الفرعوني لو سمحت لي أذكر يعني مثال من التاريخ وفي عام الف وربعمية تمانية وستين يعني من حوالي تلات تلاف وخمسمائة سنة وكان الفرعون المصري العظيم تحطم الثالث أنه هو في معرقة سما معرقة مجده فين مجده في شمال فلسطين كان هناك اجتماع للقبائل الأسيوية للتأثير على الأمن القوم المصري فهو ما انتظرش في مصر بل خرج إلى فلسطين وقضى على 23 جيش وكان له يعني مقولة ما ذلنا حتى الآن أن احنا بننفذها إذا أردت السلام فتأهب للحرب وعندما تكون قويا يبتعد الآخرون عندي كلها رسائل كانت خلال الفترة السابقة ولما الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي عندما التقى بشيوخ وأعيان القبائل الليبية قال لهم أن القوات المسلحة جاهزة للتحرك للحفاظ على الأمن القوم الليبي القضاء على الميليشيات بطلب ونخرج بأمر من الليبيين إيه الكلام ده ده بيقول أن قواتنا المسلحة اللي احنا شايفين في المناورة الآن وهي تقوم الآن بتنفيذ رمايات فيها دقة فيها الكفاءة القتالية فيها قوة نيران كانت منظومة كانت تعتبر بروفة حرب نحن بنشوف دلوقتي المدفعية المدفعيات عندما تقوم بتنفيذ الرمايات ونجد القائد العام للقوات المسلحة وهو يشيد بالأداء الاحتراف في القواتنا المسلحة ده بيقول أن الفرض المقاتل وتأهيله وتدريبه على رأس منظومة الكفاءة القتالية لقوات المسلحة نحن شايفين الطائرات أيضا الآن من جميل أن الطائرات المقاتلة اللي هي تعتبر طائرات من الجيل الرابع بتعمل خارج المجال الحيوي بتقوم بالقصف الأعماق وبالتزود بالوقود في الجود رسالة أن احنا قدرين باليد الطويلة أن احنا نصل إلى أي مكان وكل قواتنا على درجة عالية من الجهزين ونحن شايفين أستاذ محمد دلوقتي عمليات الفتح الفتح الاستراتيجي للقوات البرية والفتح لسريج القوات الخاصة قوات الخاصة احنا شايفين قوات المزلات والساقة ويتقوم الآن بالانتقال من مكان إلى مكان طيب كل ذلك بيؤكد الاستعداد القتالي والكفاءة القتالية حتى وسائط الإبرار قوات البحرية التي هي القوة البحرية رقم 6 على مستوى العالم هي طبقا لتأرير جلوبر فار باور بتقول أن قواتنا جاهزة وده رسالة بقولها لشعبنا اطمئن وراءة قوات مسلحة هي درع وسايف هذا الوطن طيب إيه اللي بيحكم الموقف المصري في تعامله مع مهددات الأمن القومي المبادئ اللي برتكز عليها الموقف المصري أول حاجة هناك ركائز ومرتكزات للأمن القومي المرتكز الأول وهو معرفة التحديات والتهديدات التي توجه به الوطن القيادة السياسية والقيادة العامة لقوات المسلحة عندما تقوم بالتعاقد على أسلحة لا تقوم بالتعاقد كده لا ده لازم تدرس التحديات والتهديدات ثم تملك مثل تلك القوة فترة من الفترات عندما قامت مصر بالتعاقد على حاملتي طائرات كي الناس بتتساءل لماذا حاملتي طائرات مكفاية واحدة لا ده إحنا عندنا استشرفنا المستقبل وكان هناك تحدي في البحر المتوسط اللي هو حقل وظهر الذي يعتبر أكبر احتياط من الغاز في منطقة الشرق الأسط شمال إفريقيا ما كناش نعرف الغاز ده قبل ما نتعاقد على الحاملة وبالتالي توجد حاملة جمال عبد الناصر في البحر المتوسط لتأمين مصال إحنا الاقتصادي طب البحر الأحمر هناك مضيق باب المندب الذي هو المدخل الجنوبي للبحر المتوسط وقناة السويس التي تدر ثلث الداخل القومي من العملة الصعبة وبالتالي بندرس التحديات ونقدر نقوم بتملك القوة من خلال استراتيجية الرد واستراتيجية الرد تتكون من ثلاث محددات الأول هو أنك تمتلك قوة عسكرية الثاني هو أن يكون لك النية لك الإرادة أنت ممكن تكون عندك قوة وما فيش إرادة تستخدم تلك القوة يبقى ما فيش رد الإضافة للمحدد الثالث هو أن يكون لديك الكفاءة والقدرة والاحترافية في استخدام تلك القوة فعلشان كده بنقول أن الجيش المصري هو جيش يحمي ولا يهدد هو جيش السلام الرئيس ينادي بالسلام لكن من منطلق القوة فإحنا عندنا تحديات كبيرة جدا عندنا تحديات داخلية 12 تحدي داخلي وتسع تحديات خارجية مصر بتجابي كل تلك قلت نقطة مهمة جدا سلام من منطلق القوة يعني مصر توفرت لها الشرعية لمساعدة وبنقول مساعدة مش التدخل في شؤون الليبية لمساعدة أشقاءنا الليبيين سواء الشرعية الشعبية أو الشرعية أو القانونية كمان متوفرة لمصر ومع ذلك سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي بيفكر مازال بيفكر في الحلول السلمية والحلول الدبلوماسية يعني أول مبارح شفناه وهو بيتكلم مع وفد من شوخ المشايخ والقبائل الليبية هو بيقول لهم أنه سرت والجفرة خط أحمر يعني نتوقف القتال عند هذه النقطة ونبدأ مفاوضات سلام ونقعد مع بعض وإحنا عدنا قبل كده مع الطرف الآخر ولكن الآن الطرف الآخر يعني أمره مش بييده دلوقتي زي ما بيقوله نعم فشايف ده إزاي بأنه حتى نمتلك القوة ومستعدين ولأن الشرعية ومع ذلك بنفكر في الحلول السلمية ودبلوماسية هو طبعا يا أستاذ محمد عندما تكون قويا يبتعد الآخرون عنك وبترسل رسائق الرضع ويكون عندك إرادة وقوة لاستخدام مثل تلك الرسائق اللي احنا شفناه في المناورة حسم 2020 بتقول أن قواتنا المسلحة يعني بتؤكد على كفاءتها وجهازياتها واستعدادها القتالي وإزاي أن شفنا منظومة وتناغم بتعمل مع بعضها الأفرع الرئيسية القوات المسلحة مع قوات المنطقة الغربية العسكرية وفي هذه المناورة حسم بتؤكد أن قواتنا جهزة للتدخل في أي توقيت داخل وخارج مصر ولكن السلام هو الأساس السلام هو الذي تنشده مصر وأن جيس مصر ليس جيش يعتدي هو يحمي ولا يهدد وما يبتزش أي دولة ولكن عند الدول القوية وعند الحديث في التفاوض بيكون الحديث بلين ولكن الأفعال تكون بخشونة وبالتالي الرئيس في اجتماعه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية قال أن سيرت الجفرة خط أحمر أي بيحمي السلام الطرفين بيقفوا عند تلك الحدود لأن أيضا عايز أقول ولكن إذا تجوزوها إذا تجوزوها طبعا بيتم التدمير القوات اللي هتيجي لهذا الخط مش هترجع والرئيس قال كده اللي هتروح لفي الشرق ولا في الغرب ستباد بأكمالها وإحنا بنجد أن هناك أطراف دولية يعني بتنفخ في عملية أن يتم الحرب لأن كما أن هناك توازن القوة في توازن الضعف هناك أيضا توازن للضعف الدول الدولية تريدوا أن الجيش المصري اللي هو أقوى جيش في المنطقة وهو الجيش العربي الوحيد اللي بيدافع عن الأمن القوم العربي يراد أن يضعف فيزجو في مثل تلك الحرب تركيا أيضا ده جيش هو جيش برضو قوي صحيح لا يماثل بالجيش المصري لأن مصر خلال الفترة الماضية يعني قامت بخمس حروب في فترة زمنية أقل من ربع قرن قل من خمسة وعشرين سنة حرب تمانية واربعين ستة وخمسين حرب سبعة وستين حرب الاستنزاف اللي استمرت ألف واحد واربعين يوم ثم حرب أكتوبر المجيدة اللي هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي وكسرت ذراعها الطولة وهزمت الجيش الذي كان يدعي أن هناك خبرة قتالية كبيرة في عوزة أفكر السادة المشاهدين القوة العسكرية إحنا ما بنفتخرش ونقول عن الدبابات وعدد الطائرات وأن الجيش المصري هو الجيش التاسع على مستوى العالم الجيش التركي هو على الرقم في المرتبة 13 على مستوى العالم مصر هي الأولى عربيا وإقليميا في المنطقة ولكن عاوز أفكر من 181 سنة كانت هناك معركة ما بين الجيش المصري والجيش التركي في معركة تسمى معركة نصبين وكان إبراهيم باشا هو قائد الجيش المصري انتصر على الجيش التركي أصر 12 ألف مقاتل عثماني واستولى على 25 سفينة حربية حتى أن السلطان العثماني في ذلك الوقت قام بعمل يعني تم ان هو جالوا زبحة صدرية وقتل نتيجة هذه الخسارة والهديمة الهائلة فلما نجي نعمل توازل القوى هو الجيش المصر لكن هناك أطراف تريد إضعاف كل الجيوش اللي في المنطقة حتى الجيش الترك يرادوا أيضا في الغرب الدول الغربية ان هو يباد أيضا ويضعف من خلال أنا بقول النهاردة استراتيجية تسمى استراتيجية الضعف مصر ما بتنسقش هي اللي بتختار التوقيت وبتختار المكان وجيشها جاهز حتى أن فيه استراتيجية تسمى استراتيجية البوارج الحربية البحرية البحرية المصرية نحن كنا شوفنا الآن في هذه المنورة كانت هناك منورة للقوات البحرية بإطلاق صواريخ هرب من الغواصات ومن سفن الصد ومن حاملة الطائرات وإزاي أن هناك منظومة جاهزة لأي قطعة بحرية تأخذ وضع الاشتباك مش تطلق النيران تأخذ الوضع فقط ثم تقوم بتدميرها في التوى اللحن جاهزين في كل حاجة استعداد قتالي كفاءة قتالية جاهزية قتالية ولكن ما عندناش تعداد ندخل في شؤون دولة أيا كانت إيه هي الدولة دي نحن شفنا الجانب الآخر لحظة تتكلم عنه له قاعدة عسكرية في السومال وكان ياسع علي إنشاء قاعدة عسكرية في سوريا وفي قطر وهو يريده الآن في ليبيا ومحتل جزء كبير من أرض سوريا حاول احتلاله وتكرار تجربة سوريا مطامع أستاذ محمد فكرتيني بنقطة مهمة جدا وعاوزين نقولها للسادة المشاهدين أيضا إن هناك ليبيا بتريد أن تتمدد تحت مزاعم حلم الخلافة العثمانية القديمة يعني بلقاها في شمال العراق بتقوم ضربات جوية في شمال سوريا احتلت شريط بطول بعرض 30 كيلو في ليبيا تنقل المرتزها وتريد ولها مطامع في الغاز الليبي في خطة إعادة الأعمار بعد ذلك في دعم جماعة الإخوان الإرهابية اللي أنا بقول أن جماعة الإخوان هي العباء الأيدولوجية لكل جماعات الإرهاب في المنطقة والعالم بنلاقي أن تركيا أيضا هي مصر في ثورة 30 يونيو أجهدت مخطط تفتيت الدول وتدمير الجيوش اللي بدأ مع ثورة الربيع العربي اللي أنا بقول عليها ثورة الربيع العبري لأن ما فيش أي دولة استفادت إلى دولة إسرائيل وعاوز أقول من هذا المنطلق أن إسرائيل هي العدو الأول لمصر وللأمة العربية ولكن لما ليجي لأي دولة زي تركيا تسيب حدودها وتنتقل شو بقى حضرتك أديه 2600 كيلو حتى تأتي إلى ليبيا لتكون ليبيا ساحة خلفية لمناكفة مصر واستفزاز مصر وأن الإرهابيين ممكن أن ينتقلوا إحنا نعلم وهنا ما عندهش أي مبرر يعني لما تدخل في سوريا كان عنده مبرر حماية حدوده من حزب العمالي بالأسلحة والذخائر والمتفجرات وحاجة جديدة بقى يا شعب مصر هي المخدرات بتأتي من ليبيا لكن لقى قوات جوية ولقى منظومة رزد وتتبع ومراقبة من خلال القوات الخاصة حرص الحدود القوات الجوية استطاعت أن تدمر 10 تلاف عرب دفع رباعي محملة بتلك المواد ده بيقول أن هناك استعداد وهناك يعني الدرع والسيف لهذا الوطن جاهزة مش في المنطقة الغربية فقط في كل الاتجاهات الاستراتيجية احنا بالله الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرق موجود الإرهاب الإرهاب ده تحدي وهذا الإرهاب الإرهاب ده بيدعمه دول لكن قواتنا استطاعت أن تقضي على كتلة صلبة للإرهابيين وتدمر بنيتهم الأساسية إيه البنية الأساسية للإرهابيين أسلحة حديثة تمتلكها دول دليل أن وراء هؤلاء الإرهابيين أطراف إقليمية ودولية وإيه استخبارات أجنبية تمأل هؤلاء الإرهابيين ولولا ذلك لكان انقضى منذ فترة صحيح وفعلا لما استطعنا أن نضيق الخناق ونقضي على الكثير منهم باقي جزء طب الجزء ده فيه تساؤل لماذا لا ينتهي حتى الآن كان فيه دول بتحركوا لأن بعض هؤلاء الإرهابيين أستاذ محمد بيتواجدوا بين المواطنين وقوتنا المسلحة لها عقيدة هي عدم إلحاق الأذى بالأبرياء أو ممتلكاتهم في الشمال اللي هو البحر المتوسط والجريمة العابرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومصالحنا الاقتصادية في الجنوب عندنا تحدي وهو تحدي المياه والمياه هي حياة وجودية وبالتالي هناك يعني إجراءات بتقوم بها الدولة من خلال التفاوض ومن خلال يعني عدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانب أثيوبيا وهناك مجلس الأمن وهناك الاتحاد الإفريقي وهناك القوة الغاشمة التي تستطيع أن ترضع مثل أي دولة تريد أن تؤثر على الأمن القوم المصري أمن المياه هو أمن قوم مصري وهناك أهداف ليست سد فقط في حد ذاته عندما يقابل عندما ينتهي الصبر لأن للصبر هدود هناك أهداف القيمة المضادة أهداف القوة المضادة ممكن أن يتم التعامل معها مش عاوز أفسر أكثر من كده لأن احنا بدأنا كلامنا بأن مصر تسعى للسلام دائما ولا تسعى إلى الحرب وعندما تريد السلام تأهب للحرب وخلي قواتك جاهزة مستعدة كما نشوف الآن طيب في ساتة الوقت إذن قدرت الدولة المصرية أن تحافظ على أمنها القومي من بعض الهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي لأن بعض الدول تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في تهديد الأمن القوم والله ده سؤال مهم جدا لأن الشائعات تحتبر أحد أدوات حروب الجيل الرابع ده حرب جديدة حروب الجيل الرابع أحد أدواتها الأساسية الحرب النفسية وحرب الشائعات وعلشان كده بنقول حروب الجيل الرابع ناس يسألوا أمال إيه حروب الجيل الأول وحروب الجيل الثاني وحروب الجيل الثالث إحنا وصلنا لحروب الجيل الرابع وفي عجالة عاوز أقول أن حروب الجيل الأول هي الحروب اللي كانت بالسيف وفي حرب الجيل الثاني الذي اختاره على المسدس اسمه كولت بدأت الأسلحة النارية في 1630 بدأت تبان وقال الآن انتهت حرب الشجعان وبدأت حرب الجبناء يبقى أسلحة الجيل الثاني عندما استخدم الأسلحة النارية الحرب العالمية الأولى والتانية واستخدام الطائرات والمدفعية والدفبات عندما الحرب ألا متماثلة واستخدام أهداف أو أعضاء أو أفراد من نفس البلد المستهدف هم اللي بيقودوا الأمن والسلام والاستقرار ومن خلال مقولة يعني ازرع اليأس ينمو الغضب وتثمر الفوضى ويعوم الخراب هذه حروب الجيل الشائعات والحرب النفسية التي لها هدف هو فقد الثقة ما بين الشعب وبين قيادته السياسية وهناك ثلاثة أشياء لا تعود الكلمة إذا خرجت العمر إذا مضى الفقة إذا اهتزت هم يريدون اهتزاز الفقة ما بين الشعب ولكن بنلاقي تكاتف الشعب كله خلف القيادة السياسية خلف الحكومة إذا كان سؤال اللي جاي هل إحنا كشعب علينا دور في الحفاظة على الأمن القومي؟ طبعا إحنا دورنا هو الدور يعني محاربة الإرهاب ليس القوات المسلحة والشرطة ولكن الشعب الذي لا يستمع للشائعات ولا يرددها إلى بعد التمحيص والتدقيق يعني إحنا عاوزين حتى في وسائل الإعلام تحرق الصدق قبل تحرق الصبق وبالتالي بنلاقي أن الشائعات إحنا بنجابها المتحدث الرسمي للمؤسسات في كل مؤسسة لازم أن يقوم بسرعة تفنيج مثل تلك الشائعات لأن الشائعات بتعتمد على الغموض لو كان هناك شفافية ووضوح أعتقد أن الشائعات بتقتل في مهدها إحنا عندنا للأسف مواقع التواصل الاجتماعي هي من ساعدت وساهمت في انتشار الشائعات بشكل كبير جدا لدرجة أن أنا بشبهها بالأسلحة النووية لأن الأسلحة النووية تنتشر من خلال موجة الضغط إلى آلاف الأمطار في وقت واحد الشائعة برضو بتنتشر بسرعة جدا ولكنها عندما يتم عدم نشرها وترددها تعتبر من أسس أننا نقوم بالحفاظ على أمننا القومي وعايزا أنهي في الشائعات أن ما فيش دولة بتتعرض لشائعات زي مصر في خلال شهرين فقط كان هناك سفتين ألف شائع صحيح بنشكر حضرتك سيد كلوا محمد الشهابي مستشار كليت القادة والأركان شكرا جزيلا لحضرتك